فهنروح لزميلتنا كانت موجودة في الجلسات منذ الصباح الزميلة ميرفت الميليجي متواجدة الآن داخل مقر نعقاد جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بقاعة المؤتمرات بمدينة نص بنرحب بيك يا ميرفت وطبعاً أنا متعودين معاك من خلال الأيام الماضية وحتى اليوم لقاءات مختلفة عديدة بتقوم بيها طبعاً في كل الجلسات أو مع ضيوف مختلفة في الجلسات المختلفة أهم النقاط طبعاً بعد الملخص العامة نعارف بتجيبنا ملخص شامل لما تم حتى الآن في الجلسات الدائرة نعم محمود تحياتي وتحياتي لضيوفك الكرام بالفعل يعني هذا اليوم الثاني لمناقشة المحور الاقتصادي في الحوار الوطني أوشك على الانتهاء وأوشكت جلساته على الانتهاء وزي ما ذكرت يمكن أجرينا عدد كبير جداً من اللقاءات مع المشاركين في هذه الجلسات واللي استمعنا لوجهات نظر كتيرة جداً ومتشعبة ومتنوعة أيضاً تتعلق بكيفية التعامل مع ملف الصناعة وأيضاً ملف الاستثمار دعني أبدأ معك بملف الصناعة وهو الملف الذي يحظى باهتمام كبير جداً جداً يعني كما ذكرت وفي مقدمتك أن هذا الملف ملف الصناعة بيشارك بشكل كبير أو من المفترض أنه يشارك بشكل كبير بنسبة كبيرة في عجلة الاقتصاد المصري ولكن فيه بالفعل تراجعت بنتحدث بنسبة 16% فقط كحجم مشاركته في الاقتصاد المصري وده يعني بعيد كل البعد عن ما هو منتظر وما هو مقمول نظراً للمقاومات الكثيرة جداً لمجال المصري الصناعة في مصر وتنوع مقاومات الصناعة في مصر وطبعاً في جلسة اليوم تم مناقشة أسباب هذا التراجع وهذه النسبة الضئيلة والحديث عن النسب المقمولة في المستقبل طبعاً المتعودين عليه في الحوار الوطني هو وجود كافة الأطراف المعنية بالملف اللي بيتم منقشته ويمكن تحديداً النهاردة كان فيه تواجد كبير جداً من رجال الصناعة الكبار وأيضاً تواجد من الشباب وصغار المصنعين ودي يمكن حاجة ما كانتش بتحصل كتير قبل كده إن احنا نستمع لوجهات النظر من الطرفين ونستمع للمعوقات اللي بتقابلهم حتى يتم تطوير الصناعة وتعظيم الاستفادة من الصناعة بشكل كبير أيضاً تواجد وجهات نظر مختلفة جداً وأيدولوجيات مختلفة اللي بتعكس انتماءات حزبية كبيرة وأيضاً تواجد للنقابات وتمثيل أيضاً من الحكومة كان هناك تواجد أو تمثيل لنائب وزير التجارة والصناعة اللي بدوره طبعاً كان منوت بالرد على أي من المقترحات التي ربما معنية وزارة الصناعة أن هي بترد عليها أول بأول طبعاً يعني فيه تمثيل من كافة الجهات يمكن مش أقدر أعدد لك كافة الجهات المشاركة النهاردة ولكن لا أقدر أضمنهولك أن ما فيش جهة النهاردة لم تتحدث عن وجهة نظرها لم تطرح ورقة العمل الخاصة فيها طبعاً كان فيه إجماء على بعض النقاط أنا مش عايز نبدأ بالإجماء نعم حسب ما استمعنا من المشاركين أن لأول مرة بيجلس المستثمر أمام المسؤول يعني الأول كانوا بيعملوا كلهم في جزر منعزلة يعني كل جهة بتعرض مشكلتها الجهة الأخرى بترد ولكن مش في نفس طاولة الحوار وده بيسرع بشكل كبير جداً فكرة عرض الأفكار بشكل متطور شكل فيه نوع من الاتفاق على إعلاء مصلحة الوطن ده مؤثر جداً جداً في الحوار والقرارات يمكن كان سؤالي دايماً لماذا لم يحدث هذا التوافق قبل الدعوة للحوار الوطني كان الرد دائماً أن الحوار الوطني كانت إعلاء مصلحة الوطن ودخول هذا الحوار بأن إحنا محتاجين نصل لحلول محتاجين نخط إيدينا على المشكلات وعلى العقبات حتى يتم تزليلها في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن حابين نبدأ جمهورية جديدة خالية تماماً من معوقات طالما كل الأطراف موجودة مع بعضها طبعاً كان فيه تمثيل كبير جداً من البرلمان ومشرعي والجهة اللجنة التشريعية طبعاً وده كان تواجد مهم جداً أن أغلب الحاضرين كانوا بيعول بشكل كبير على القوانين يمكن نضيف حضرتك الكريم تحدث عن فكرة القانون الواحد وده موضوع مهم جداً جداً وتوحيد الولاية فكرة أن الصناعة المصنع أنه هو يتجه لجهة واحدة فقط وتوحيد الجهة الواحدة أو المؤسسة واحدة هي التي تكون معنية ومنوطة بترخيص واستخراج كل ما يلزم لي عملية الصناعة أيضاً تم التطرق والحديث للنقطة مهمة جداً وهي فكرة توطين الصناعة ولماذا مصر لم تستطع حتى الآن أن تعلن عن نفسها في هذا المجال فكرة توطين الصناعة في مصر ومساعيها وهل في معوقات معينة هي اللي بتمنع أن مصر بالفعل تكون في مقدمة الدول تستطيع أنها توطن صناعات كل هذه النقاط تم التطرق لها تم الحديث عن سياسات ضريبية مستقرة تم الحديث عن أسعار صرف مستقرة تم الحديث عن ضرورة أن الجهات كلها المتشابكة بحسب ما ذكر في الجلسة كل هذه الجهات المتشابكة لابد أن يتم توحيد جهة واحدة حتى يتم التسهيل على المصنع أيضاً في ملف الصناعة تحديداً تم التطرق لفكرة الصناعات الصغيرة اللي بتخدم أو بتكون مدخلات للصناعات الكبيرة فكرة أننا الضغط على الجنيه أو الضغط على الدولار يمكن أنه لابد من تقديم محفزات ولصغار المصنعين تشجيعهم على التصنيع كان هناك مقترحات كبيرة وكثيرة جداً في هذه النقطة تحديداً فكرة إعفاءات في بعض الأحيان وطارة أخرى يتحدثون عن تقديم تسهيلات أكبر لصغار المستثمرين طبعاً تم الحديث عن اللجنة الاستثمارية التي عقدت قريباً برئاسة الرئيس الفتاح السيسي واللي بالطبع أشهد بالقرارات اللي خرجت بيها بشكل كبير في هذه النقطة تحديداً وإنها تتوافق بشكل كبير مع ما تم اليوم من مخرجات دعني سريعاً أتجه إلى المحور الاستثماري ويمكن هذا المحور الهام والجلسة الهامة أيضاً تطرقت لعدد كبير جداً وأهمية وجود خريطة استثمارية واضحة لمصر في الفترة المقبلة ويمكن كمان تم التوافق على أن بالفعل مصر بدأت تضع استراتيجية واضحة للاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية وطبعاً توفير كافة الأجواء والمناخ المناسب للاستثمار المحلي يعني طبعاً مش عايزة أطيل عليك عشان وقت الحلقة وضيوفك ولكن يعني إحنا لو تكلمنا عن كل المخرجات واللي بتتم داخل الجلسات عدد رهيب من المقترحات عدد رهيب من المداخلات أيضاً والمقترحات فبالتالي يعني محتاجين وقت طويل جداً هسيبك مع ضيوفك أنا بشكرك طبعاً يا ميرفت والله على كل هذا التلخيص الوفي يعني هو تلخيص وفي لكل مدار أو من خلال لقاءاتك بشكرك طبعاً شكراً جزيلاً الزميلة ميرفت المليجي من داخل مقر نعاقات جلسات الحوار الوطني وتحديداً المحور الاقتصادي في قاعة المؤتمرات شكراً جزيلاً لي